العينة من ولاية سيدي بالعباس في هذا التقرير لعبد كريم عشور وخامد عواتيا استطاع هذا الشاب من ولاية سيدي بالعباس أن يؤسس لنشاطه الفلاحي الخاص به فمنتوج زيتون هذه السنة حقق الوفرة في هذه المسرعة التي أعطت لصحبها مقابل خدمته المتفانية وبدأنا هذا المشروع في 2004 استفدنا من الدعم الفلاحي بالنسبة لبلدية التنيرة معروفة بإنتاج الزيتون الأرض التاحة معروفة بإنتاج الزيتون فيها مساحة كبيرة أشجار الزيتون وفيها كل عام الغلاء تختلف من العام الآخر المقاطعة الفلاحية تابعة لدائرة التنيرة هي الأخرى أكدت على ارتفاع نسبة إنتاج الزيتون مقارنة بالعام الماضي وهو ما سيسهل على تغطية طلبات السوق المحلية هذه سبا قطارات معروفة قطارات على الإجازة هذه في إطار البرنامج الدعم الفلاحي واخترناها كعينة لأنه بهذا المزرعة ونجده الإبن التعالي الشاب الذي يقوم بالأعمال بهذه المزرعة مزرعة الشاب زيتون محمد والتي تقدر مسحتها بحوالي سبعة هكتارات خصصت كلها لزراعة الزيتون مزرعة ناجحة بتاليل أن هذه الأخيرة أضحت الأولى بالمنطقة بحاجة فقط لإتمام الطرف السلطات قزة توجيه المنتوج نحو التصدير ترجمة نانسي قنقر